اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقال ياسين بونو فريقه اشبيل للتتويج بلقب الدوري الاوروبي لكرة القدم يوم الاربعاء الماضي بعد فوزه بركلات ترجيه باربع لواحد على روما ايطالي في نهاية الدوري الذي جارت اطواره عن الملعب بوشكاش ارينا في العاصمة المجرية بودابيست وتصدى بونو لركلته جزاء خلال المواجهة واساهم في تتويج اشبيل باللقب السابع في المسابقة الاوروبية حيث كشف التقعي الصحفي الاسباني في وقت سابق أن مجموعة من الفرق تتنافس على ضم الدولي المغربية سينبونو حيث اشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية نشر في اللحظات القيلة الماضية المغربي عبد الرزق حمد الله لاعبه في صفوف الاتحاد جدى السعودي تدوين موثير للجدل وفهم من مغزة تدوين ان التمديد المغربي لمقامه في السعودية مع اتحاد جدى مسألة غير محسومة فيها وجاءت عبارات الى تحدي جديد ان شاء الله يتجير التساؤلات عن امكانية رحيل حمد الله عن اتحاد جدى في ظل انباء المؤكدة لقودوم كريم بن زيمة الى صفوف الفريق السعودي وكتب عبد الرزق حمد الله قائلا قد كان تحدي مجارا لطيل مسيرة الكروية ولولا ما كنت انا هو انا والتحديات والصعوبات هي العقبات اعشقها كعشق لكرة القدم واضف في حديثه قائلنا نعم جئت للنادي الاتحاد النادي العريق من اجل شيء واحد فقط هو النجاح والفوج بالالقاب الفريدة والجماعية وهذا ما كان الحمد لله حيث وصل اشكر الجماهير الكبيرة والادارة والطاقم التقني واللعبين على هذا الموسم الرائع الى تحدي جديد ان شاء الله ويجهل ما اذا كانت رسالة عبد الرزق حمد الله هي رسالة جوداء بعدما نجح في التحدي ام فقط رسالة شكر للجمهور والمسؤول ولاعبي نادي الاتحاد افدت تقارير الاعلامية بان نادي مونشستر يونيتد جاد في اهتمامه بالتعاقد مع لاعب وسط نادي فيورونتين الايطالي والمنتخب الوضعي المغربي سفين امرابة خلال فترة الانتقالات الصيفية وذكرت صحيفة سبورت لاسبانية ان النادي الاجليزي كتف من الاتصالات خلال الساعات الماضية من اجل التعاقد مع سفين امرابة وذلك قبل الدخول العديد من الاندية الاوروبية على الخط الاستقدام البالغ من العمر الستدس والعشرون سنة هذا وينافس نادي برشلونة على ضم المغربي سفين امرابة الى جانب مونشستر يونيتد لكنه لم يقدم عرضا جيدا للتعاقد معه في المركات الصيفية ويذكر ان النادي الاسباني برشلونة كان قريبا من ضم اللعب المغربي على سبيل اعارة مع خيار شراء في ناير الماضي الى ان ادارة هيرونتين رفضت تصريحه في اخر لحظة ذكرت تقارير الاعلامية ان المدرب الفني للمنتخب الوطني وريد الرجراجي طلب من ستة لاعبين محترفين الانضمام الى المواسكر التدريب الخاص بالفريقة قبل الموعد المحدد مسبقا في 8 يونيو 2023 في مركز محمدي السادس لكرة القدم ووفقا لما ذكره الموقع العربي الجديد فان اللاعبين هم انير المحمدي حارس المرمى عبدالرزق حمد الله إليا الشاعر أن الضروري ورومانسيس ونصير مصروي تم استدعائهم بعد انتهاء موسمه الكروي مع انديتهم وبعد ان استفادوا من فترة راحة كافية وأشارت المصادر إلى أن الرجراجي يرغب في الاحتفاظ بهؤلاء اللاعبين في الأجواء التدريبات حتى يكون في حالة بدنية جيدة في مباراة الرأس الأخضر في 12 يونيو وجنوب إفريقيا في 17 يونيو وستكون الثنائي سفين أمر بطا لعب وسط فيورنتينا ونيف أكراد مدافع والسهام من الحصول على يوم راحة قبل الاندمام إلى التدريبات المنتخب الوطني نظرا لمشاركة ما في نهائية الدول المؤتمر الأوروبي يوم الأربعاء السابع يونيو في ملعب إيدين آرينا في بارغا ساهم الدول المغربي زكريا أبو خلال أمس السبت في قيادة فريقه تولوز للفوز على مضيفه موناكو بهدفين لواحدة ضمن الجولة الثامين والثلاثون والآخرة من الدول الفرنسي ودخل زكريا أبو خلال كبديل في الدقيقة الستول اللاعب السرب في ليكو وتمع كان من تجيل هدف الأول لفريقه في الدقيقة السبعون علما أن المباراة انتهت بانتصال تولوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحدة جعلت الفريق ينهي الموسم في المركز الثلاث عشر برصيد 28 نقطة ورفع الدول المغربي حصيل جهد تهديفية هذا الموسم إلى عشر أهداف في الدول الفرنسي جعل جهد يدخل قائمة اللاعبين المغربة الذي سجلوا عشر أهداف على الأقل في موسم واحد في لاليكا شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة